السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي تقرير كتبت لكم تقرير عن ظاهرة المدود جزر لطلاب الصف الثالث متوسط بكتاب الفيزياء طبعا طلبوا من عندي تقرير لان طالبين من المدرسة من عندهم وقال له لي ستسوينا تقرير عن ظاهرة المدود جزر لكتاب الفيزياء للصف الثالث متوسط كتبت لهم صفحتين ان شاء الله يعجبكم التقرير وان شاء الله يعجب المدرسين او المدرسات يلا عيني اول مرة ان كشكين شنو هذا التقرير يضمن تعريفه هو شنو سبب حدوثه يعني مين يتكون شون يكون القمر شون يكون يعني بحالتين وشون يحدث يلا عيني هي ارتفاع وانخفاض مؤقت في مستوى سطح البحر بسبب حدوثه هو اختلاف قوة جذب القمر يعني هاي تعريفة وسبب حدوثه تعريفة يقول له هي ارتفاع وانخفاض مؤقت في مستوى سطح البحر سبب حدوثه هو اختلاف قوة جذب القمر والشمس لمياه سطح الأرض قوة الطرد المركزية للأرض الناشئة عند ورانها حول نفسها يكون تأثير القمر في أحداث المد والجزر أقوى من تأثير الشمس لأن الشمس بعيدة عن الأرض أما القمر فقريب نسبياً عندما يكون الشمس والقمر أو الأرض واقعين على امتداد واحد يسمى المد والجزر العالي ويحدث حالات المد والجزر العالي عندما يكون القمر في حالتين بدر ومحاق يحدث المد والجزر الناقصين من الشهر العربي عندما يكون القمر ويحدث المد والجزر المعتدل أو الناقص من الشهر العربي في الأسبوع الأول والثالث حيث سجل خليج فوندي أعلى حركة تمد بلغة 15 متر وأيضاً يحدث المد والجزر عندما يقول أن المد عالي يلا عين يخذوا له الصورة خاطر ننتقل هاي اللي طلبوا من عندهم تقرير عن ظاهرة المد والجزر هناك مدرسين ومدرسات يطلبون تقارير وبحوثات فإن شاء الله هذا التقرير يعجبكم وذلك يعني أن المياه تغطي مساحة كبيرة من الشاطئ بسبب ارتفاعها أعلى مستوياتها وإن حدث العكس فيطلق عليه الجزر فالمد والجزر ظاهرة تدل على عملية صعود وتراجع منتظمة لمياه المحيط وكذلك يحدث على عدة مراحل الأولى تبدأ مع صعود مستويات البحر لعدة ساعات حيث تقوم بتغطية المنطقة الساحلية التي تقع تحت تأثير المد والجزر ثم تصل المياه إلى ذروة مستوياتها فيحدث المد ثم تتراجع المياه مرة أخرى وتنسحب تدريجيا لتعود إلى البحر لتبدأ عملية الجزر هنا تأتي جاذبية كل من القمر والشمس لمياه المحيطات والبحار ولأن القمر أقرب إلى الكرة الأرضية من الشمس فإن تأثير جاذبية تكون أكبر على الرغم من إن حجمه أصغر وتعتبر جاذبية القمر هي العامل الأهم في حدوث ظاهرة المد والجزر بالإضافة إلى وجود عامل آخر الذي ينتج عن دوران الأرض حول محورها أعيني هذا التقرير إن شاء الله يعجبكم نزلت بقناتي على التليجرام إذا تريدون يسحبوهم كصور إن شاء الله التوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر